النادي الاهلي بيحقق فوزه التاني على التوالي مع سوارش في الدولي بعد ما كسب المقصة 1-0 النادي الاهلي بيوصل يعني ما يشبه سلسلة انتصارات كان كسب الجونة في المقصة 2-0 دلوقتي بيكسب المقصة 1-0 بأنه فترة طويلة النادي الاهلي ما حققش فوزين وراء بعضه لكن أهم شيء في المقصة النهاردة هو استمرار قناعة الجهاز الفني وعلى رأسه ريكاردو سوارش طبعا بطريقة 3-4-3 اللي أنا اتكلمت فيها كتير معاكم خلال الفترة الماضية وهي الطريقة المناسبة للنادي الاهلي ويجب تحمل الأداء اللي هيبقى وحش في أوقات كتير كل أمان لازم الناس تتحمل لا لكن مهم ان الفريق يبقى ثابت لانت بتختار قرار فني أول حاجة انت بتختار القرار ده عشان تأمن انك ما تخسرش وانك يبقى نسب فوزك أكتر من نسب خسارت وبالتالي بنشوف النادي الاهلي بيقدر يأمن دفاعاته بشكل كويس ربما في نهاية المباراة كان فيه بعض الهجمات لنادي مصر المقصة بسبب بعض الطراخي وبعض الأخطاء الفردية الغريبة بصراحة واحدة يعني ايمن اشرف عاما ميس باس في الديان 93 ميس باس غريب جدا 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 فردية ساعة بتحط الفريق تحت الضغط وخصوصا جدا بتلاقي الفريق متزيل الجدوى في مفوض المباراة سهلة لكن ثلاثة أربعة ثلاثة بتواصل نجاحها مع النادي الاهلي كان نتيجة ان الفريق بيحقق الانتصار التاني في المباراة الأخيرة وبيقترب شيئا فشيئا من نقاط نادي بارامتز ونقاط نادي الزمانيك نادي الاهلي خلاص بقى واضح جدا جدا هو مستني كبوة لنادي الزمانيك عشان يقدر يتعادل معه في النقاط ويقدر ان هو يعني ساعاتها بقى يعتمد على المواجهات المباشرة اللي بتصب في صلح لكن هنو لو النادي الزمانيك ما وقعش يفضل النادي الزمانيك متقدم بفارق تلات نقاط وأكيد طبعا اللي أهلي عامل آآ 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 آ علي معلول اللي قعده على الدكة ويبدأ سوارش بأليو ديانج ومحمد فخلي اللعب الشاب السؤال اللي بياخد فرصة ان هو يلعب في مركز تبني عايز اقول لكم ان نتفع على اتفاق تلاتة اربعة تلاتة هي الطريقة الديفولت للأهلي في الفترة الجاي ولكن الاداء هنا يختلف انه يعلم او يقل بسبب كوالة اللعبة اللي بتلعب تاني تلاتة اربعة تلاتة هي الديفولت النادي الاهلي في وجهة نظر ما عندوش رفاهية ان هو يغيرها لكن علوه الاداء او انخفاضه حيعود لكوالتي اللاعب اللي انت حطه في الطريقة يعني النهاردة مثلا علي معلول كان دكة محمود وحيد برضو ربما ما يقدرش يقدم نفس الاداء اللي بيقدمه علي معلول النهاردة كريم فؤاد عجبني جدا الشوط الاول كان مميز جدا 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 في التدخلات السنائية والمراوغات كان حلو وقدر يعمل اداء في وجهة نظري افضل من اللي قدمه في مبارات الجونة فهي بتبقى وقفة على اللاعب لما زال النادي الاهلي غادي دلوقتي مش هتقدر انك تشوف باثر نيلي لكن الشيء مهم ان فيه سلاسي خلفي مأمن دفاعات النادي الاهلي وطبعا نادي مصر المقاصة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت فيه تحليل ماتش الجونة فيه كده ما يقرب من عشر اندية او اتنشر نادي في الدوري هيلعبوا بالطريقة اللي انتو شايفينها على البورد دي ستة تلاتة واحد الجونة لعب بيها والنهاردة مصر المقاصة لعب بيها وكوبي بيست يعني كوبي بيست ومحدش هيفكر يعمل اي حاجة زيادة ربما النهاردة كانت تلعيم دفاع النادي المقاصة عمل تركاية زيادة او حاجة زيادة عليها ما اعتمدش على زون ديفينس طول الوقت كان في بعض اوقات بيحاول يحرم النادي الاهلي من تمرير الكرة بسهولة في نص ملعبه عن طريق الضغط العالي الضغط العالي ده كان بيتعامل خمس دقايق وهوب بيرجع لان اللي واقع نادي مصر المقاصة ما تسعفوش ان هو يضغط ضغط عالي لمدة تسعين دقيقة كاملة وبالتالي النادي الاهلي شوط الاول شوفناه بيلعب بالريتم بتاعه ولي شوفناه في نادي الجونة الكرة بتحضر في الخلف ونقى تاني افشة ولما بيخش هو كبلي ميكر على طول احمد عبدالقادر بيحاول ان هو يعني يخش لعمق الملعب شوية عشان يبقى ما ينش بمهاجم التاني مع حسام حسن والعكس صحيح لو عبدالقادر هو اللي بيحضر كان بينزل كتير في شوط الاول وكان واضح ان في تعليمات يا جماعة مش عايزين نعمل الفجوة اللي كانت حصلة في ماطش الجونة كان واضح جدا في ماطش الجونة ان الاتنين بيسحبوا مع بعض لمنطقة جزاء المنافس وبالتالي الاهلي كانت نعتمد عالقرات الطولية لأ واضح جدا ان السوارش بدأ يكلم عبدالقادر وانكلم افشة يا جماعة واحد منكم اللي لازم ينزل ويلاعب دول البليميكر كتير اللي ما ينفعش النهاردة ان نص ملعب معزول عن المهاجمين وتبدأوا تستنوا الكرة الطولية وبالتالي شوفنا النتب الاهلي كان فيه لحد ما لأداء جيد فيه بداية المباراة وننتجع عنه الهدف اللي اتعامل من عن طريق أليو دانك بعد ما الكرة اتحضرت له ودي خلي بالكوا واحدة من اهم نقاط ثلاثة اربعة اثلاثة وهي انك بتجمع الكرة في احد الاطراف عن طريق السلاسي لو انت مسلا دخلت لعب من الوسط مع الجناح الطير هنا مع الجناح الهجومي الامامي انت هنا بتاخد الفرقة دي عطول لجنب الفرقة دي عطول مالك بتاعمل الدفاع عطول بيرجع للخلف هنا لازم اللعب التاني في خط الوسط يقف هنا هو على مشارف مطقة الجزاء لان وانس ان واحد دي نختراك على طول الحتة دي بتبقى فاضية لان الكل ببقى منتظر الكرة العرضية داخل مطقة الجزاء ومن الكرة دي تلعبت كرة اتمهدت لأليو ديانج أليو ديانج قدر ان هو يسددها على يسار حارس المقصة بسهولة ويدرك هلف التقدم نقطة مهمة بقى لعيب التاني ديالي لازم يعرفوها اللي انت بيجيب حالة فوجة نظر شفت الاول كده شفت الاول انت بتبقى اوتوماتيك ليه بتطلع فيه اقصى ما عندك لانت لسه فرش ولسه عندك مخزول وبكل امانة لعيب التاني ديالي في وقت الحالي ما عندهمش ثقافة توزيع الجهد ده مش موجود طب ايه اللي انت ممكن تستفاده بقى ممكن تستفاده انت في شفت الاول بخارس مبارة تماما انت نهاية شفت الاول 2-0 شفت تاني بقى تتركز في انك بتدفع يعني ايه اللي هو بيسموه smart defense بتدفع بزكاء مش لازم اتحط النهاردة في مواقف كتير يعني الغلطة اللي اقولوك عليها ايمن ارشف اللي غلطتها في النهاية المبارة دي تكلفت ايه كتير انت غلطت غلطة قدام ما تطلع الجزاك على طول ممكن لعب المقص ياخد الكورة يشود هوب جون هدف التعادل خده النقطة وخرجه دي اول غلط فنفقش تعملها اخطاء دي مين فنفقش تعملها الحاجة التانية برضو اللي عايز اقولها الرم ربيعة ان انت تحاول قد ما تقدر في العشرة او الخمس داية الاخيرة حتى اضافة للوقت الاضافي ان انت بتعملش فاولات حوالين منطقة جزائك لان فريم اصلا المقصة لا يملك الامكانيات انه يجيب جون من الجيم بلاي من اللعب ما عندوش القدرات الفردية اللعيبه اللعية بتاعته ان هم ما يقدروا يختاركوا تفاعد الاضافي لكن انت لما تديهم فاول على مشاريع في مطلقة الجزاء انت بتسهل لهم عملية الوصول للمرمى وشوفنا هدف التعادل اللي احرصوا النادي مصر ما قصب الديها 89 ولكن اتلغى بداعي التسالب كان طبعا كراس سليم 100% فهي دي النقطة بعض النقاط اللي انت بحتاج تركز فيها ودي نقط ممكن جهازي فاني يركز علي لكن بكل تأكيد زي ما اطلقكم كتير لو في فجوة في الراحة في فترة راحة كويسة هتلقى ده بيعلى لو المباراية متتالية زي نهارا من نادي الاهلي اللاعب النهاردة هيلعب يوم السبت قدام المقاولون العرافي مباراة مؤجلة فهتلاقي برده الاداة لسه مضغوط ان اللاعبه ما عندهاش مساحة الراحة لكن النهاردة عامل حاجة كويسة ان هم يدوا حمد يفتحي وعالي معلول برهة من التنفس ويه ما خدوش التسعين دي اكاملة خدو دقايق معدودة في الشوط التاني واحدة برضو من النقطة المهمة جدا لازم نادي الاهلي يتعود عليها ان انت في وقت كتيرة بتلجأ الى القراط العرضية وبكل امان نهاردة اني جيلت المال عبر مكة فيها مشكلة كان في حتة تعالية وحتة تواطية لكن ما ينفعش النهاردة كم القراط العرضية اللي تلعبت سواء من الفولات او سواء من الدربات الركنية او سواء من كريم فؤاد ويه محمود وحيد ان هي ما توصلش لزميلك دي نقطة سلبية لازم ان العيبة تنال الاهلي ياخدوا بالهم منها عشان انت فعلا محتاج الانتصار الزكي محتاج انتصار زكي انتصار بقى قل مجود في الوقت الحال انت متقدرش تلعب زي ما كنت بتلعب ايام ريني فيلر متقدرش تلعب زي ما كنت تلعب فيه السنة الاولى من بيتسو موسماني متقدرش تلعب زي ما كنت بتلعب مع حسام البادري او مع مانويل جوزي ما عندكش القدرات البدنية الكافية اللي تخليك تلعب تسعين محتاج ان انت تلعب لعب زكي لعب استثماري زي النهاردة اكسب باقل مجهود ممكن وفي بعض المباراة اشم فيها نفسي لان اكيد المباراة كلها مش هتبقى نفس شاكلة او نفس سيناريو او نفس كواليتي مطش مصر للمقصة ولكن في كل احوال اكيد نادي الاهلي بيحقق المهم وهو ثلاث نقاط اللي بتخليه قرب شوية من المقدمة فيه انتصار طبعا هو يلعب مباراته المؤجلة زي ما قلت لكم هو نقاط ومستني كبوة نادي الزمالي خلال الفترة الجهة عشان يقدر نهوية تساوى حتى على اقل تقدير معاه ويعتمد ساعتها على المواجهات المباشرة ده كان تحليل سريع لمباراة النادي الاهلي والمقصة اقف مبروك النادي الاهلي هارد لك لفريق مصر مقصة ومحافظة الفيوم وان شاء الله باذناء باذناء اشوفكم يوم السبت في مباراة الاهلي والمقاولون شكرا جزيزيكم وكنت معكم كريم سعيد اشتركوا في القناة